موسيقى ميليشيات الحوثي تستهدف مجددا ميناء الضبة شرق مدينة المكلة في حضر موت بمسايرة مفخخة لمنع تصدير النفط وزير النقل اليمني يتهم الحوثيين بشن حرب اقتصادية على اليمنيين بعد إفشالهم مساعي تمديد الهدنة الأممية محكمة حوثية تفضح وحشية الميليشيات في التعامل مع فتى في السادسة عشرة بعد عامين من التعذيب والإغفاء القصري موسيقى أهلا بكم إلى هذه الملفات التي ستكون جميعها في شأن اليمني استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية مجددا ميناء الضبة النفطي شرق مدينة المكلة في حضر موت بمسايرة مفخخة وأفادت مصادر السلطة المحلية أن مسايرة مفخخة استهدفت في ثاني عملية إرهابية حوثية أكبر موانئ تصدير النفط شرق اليمن خلال شهر وذلك في إطار التهديدات التي أطلقتها بعد فشل تمديد الهدنة في الثاني من أكتوبر الماضي متوعدة الشركات النفطية والملاحة الدولية وأكدت المصادر أن المسايرة الحوثية انفجرت دون خسائر بشرية أو أضرار مدية وفي تعز اندلعت معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في جبهات عدة بمحافظة تعز وأفادت مصادر عسكرية بأن الميليشيات قصفت أحياء شرق وشمال مدينة تعز إثر إفشال الجيش والمقاومة هجوما للميليشيات في منطقة كلابة شمال شرق المدينة وتكبدها خسائر كبيرة وتجددت المعارك في الجبهة الشرقية لمدينة تعز بعد ساعات من إعلان الجيش إفشال محاولة تسلل للحوثي في قرية الزنبيل في غرب تعز وقالت مصادر عسكرية أن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الجيش وميليشيات الحوثي في محيط معسكر الدفاع الجوي وجبهة الزنود شمال غرب المدينة وفي محافظة الجوف تمكن الجيش من إجبار ميليشيات الحوثي على الانسحاب من مواقع كانت تسللت إليها وحاولت التمركز فيها شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة طبعا الميليشيات الحوثي تصعد أعمال العدائية باتجاه تعز سواء من حيث التحشيد والتعزيزات المتواصلة التي تصل تباعا بالليلة الماضية وصلت تسعة أطقم قتالية عليها عيارات مختلفة إلى قبهة تعز الشرقية والشمالية صعدت الميليشيات بالليلة الماضية من محاولات الهجوم على مواقع الجيش سواء في القبهة الشرقية في كلابة والأربعين وعقبة منيف ووادي صالة وأيضا في القبهة الشمالية في محيط الدفاع القوي وأيضا في محيط الهان صباحا صباحا الأمس كان في محيط الهان غرب تعز وفي قبهة الأرياء في قبهة الصل وقبهة مقبنة الميليشيات تقوم باستحداثات عسكرية وتقوم بضرب القضائف على الأحياء السكنية قال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد إن الفريق الأمم الخاص بحل مشكلة ناقلة خزان صافر العائم بذل جهود كبيرة من أجل إقناع الميليشيات بتفريغ وصيانة الخزان وأكد في مقابلة مع الحدث بأنه خلال المرحلة الأولى من تفريغ الخزان سيتم تخصيص سفينة جديدة لتفريغ النفط الخام إليها هم بدلوا جهود كبيرة بصراحة للفريق الأممي أولا بإقناع الحوثيين على بسألة صينة خزان صافر هذا الموضوع أخذ فترة طويلة من الزمن حتى أقنعوا الميليشيات الحوثية ثانيا بدأوا يتحركوا أيضا باتجاه الحشد الدولي للموارد ما تم حشده حتى اليوم نحو 96 مليون دولار إجمال المرحلتين لمعالقة آثار خزان صافر تصل إلى نحو 144 مليون دولار المرحلة الأولى سيتم فيها شراء سفينة وسيتم تفريغ كل النفط الخام اللي في خزان صافر إلى السفينة هذه الجديدة ومن ثم التخلص من الخزان عبر التخريط سيباع كخردة هذه المرحلة الأولى هي الأهم والتي ستنزع خطورة كارثة خزان صافر تهديدات المليشيات الحوثية مش فقط من خزان صافر استخرمت خلال الفترة الماضي ألغام بحرية وهددت الملاحة البحرية استخدمت أيضا قصف زوارق قبل يومين المليشيات الحوثية تطلق صاروخ تقريبي من صنعة إلى غرب البحر الأحمد إيش الهدف من هذا؟ الهدف هو بالتأكيد تهديد الملاحة الدولية وبالتالي هناك اتفاقات دولية هناك قوانين دولية يجب أن يستخدمها العالم والإقريم والبلد ليوضع أحد لهذه التهديدات المليشيات الحوثية دمرت القسور وقصفت الطرق وأوقفت كل خطوط الإمداد بين عدن وصنعاء على سبيل المثال كانت الخط الرئيسي اللي بينا عدن هو خط اللحق الضالة صنعها خمس إلى ست ساعات والآن حاليا بعد قطع هذه الطريق أصبحت تسلك ناقلة البضاء المحملة بالبضاء تقريبا خمسة عشر ساعة عبر يافع وعبر البيضة وعبر مأرب وعبر خطوط وعرة هذه أثرت إلى درجة كبيرة على أسعار النقل طبعا تسهلك وقود وقطع قيار ومصاري عراقية كبيرة جدا الهدنة أصلا كان هدفها واحد من هدفها الرئيسية هو فتح الطرق والمعابر مشان يسهل على المجتمع التحرك والمرور بين المحافظات اليمنية وأيضا انسياب حركة التجارة بين عدن والمحافظات التي تحت سيطرة المليشيات الحوثية لكن مع الأسف شريد المليشيات الحوثية لن يهمها الشعب ولن يهمها المجتمع ما يهمها هو السلطة والثروة وأيضا خدمة أهداف إيران المعروفة من عدن العقيد الركن ياسر صالح المحلل العسكري سعادة العقيد أهلا بك محور تعز المحور الأخطر في هذا الذي يمكن أن يستهدفها وتستهدفها المليشيات في تعز تحديدا ولماذا هذا الهجوم المكثف في هذا التوقيت من وجهة نظرك نعم في تصوري المحور الأهم هو محور الشمالي الذي في اتجاه تبة الدفاع الجوي أو مواقع الدفاع الجوي في هذه المنطقة تحديدا وهي ستجز المدينة بأكثر مما هي مجزة إلى نصفين وبالتالي يقطع تماما خطوط التواصل ما بين الشرق والغرب وبالتالي يفصل الجبهتين عما بعضها ويسهل عليه فيما بعد استكمال السيطرة على المدينة التي هو الهاجس في تصوري أنه الهاجس الأهم والأكبر لدى الميليشيا الحوثية خلال السبعة وعشرين يوم القادمة الميليشيا الحوثية حاولت أن تجسل النبض وتكتشف مراكز القوى أو مراكز الثقل الموجودة على امتداد جبهة تعز لذلك شاهدناها تهجم في الغرب تارة ثم تهجم في الشرق تارة ثم تهجم في العمق وفي المنتصف تحديدا في الجبهة الشمالية لتبة الدفاع الجوي المديرية الصالة محاولة منها لإيجاد الجبهة الأضعف التي بإمكانها أن تنقض عليها وتحقق الهدف الاستراتيجي بالنسبة لها باستكمال السيطرة على مدينة تعز تحديدا وتحدثنا كثيرا أهمية هذه الجبهة بالنسبة للميليشيات الحوثية واستطاعت أيضا لكي تؤمن مثل هذه العمليات أن توجد عملية تثبيت في عدد من المحاور خصوصا القريبة من تعز هناك عمليات تحاول أن تنشطها في اتجاه مقبنة وحيس وبالتالي تثبت القوة الموجودة من القوات المشتركة في هذه المنطقة وهناك بعض العمليات الخجولة في اتجاه أيضا جبهة كرش أيضا لمنع أو تثبيت أي قوة ممكن أن تأتي من شرق محافظة تعز من اتجاه لاحج في اتجاه مدينة تعز وعلى الجميع أن يدرك أهمية هذه الخطوات التي تقنبها الميليشيات الحوثية الجيش الوطني وماذا أيضا قوات الشرعية المتواجدة من مع الجيش الوطني متواجد في هذه المسألة وإلى أي حد هذه القوات قوات الشرعية قادرة على أن حتى تبطل هذا المخطط الحوثي في إعادة تقسيم تعز مرة أخرى من المحور الشمالي نعم أنا في تصوري قيادة محور تعز إضافة إلى التواصل المباشر من عضو المجلس القيادة الرئاسي وعضو القيادة المشتركة العميد طارق خصوص ناقشوا هذه القضية بإسهاب خلال الأيام الماضية ووصل عديد من الدعم الكفيل بإبقاء الوضع على ما هو عليه دون أن يكون هناك قرار حاسم في عملية الهجوم المعاكس واستكمال تحرير مدينة تعز هذه هي الحقيقة هناك محاولة لضبط الأمور على ما هي عليه الآن لمحاولة تثبيت الأمور على ما هي عليه الآن لا يوجد هناك قرار للمجلس القيادة الرئاسي بالتحول إلى الوضع الهجومي ولكن بقدر الإمكان لديهم توجه صريح بأنه لن يمكن الميليشيا الحوثية من تحقيق أي من أهدافها الهجومية وبالتالي الحفاظ على الوضع القائم إلى أن تتغير بعض الأمور ويكون بعض الأدوات حاضرة للمعركة الحاسمة خصوصا فيما يخص التحالف العربي والدعم المباشر للعمليات العسكرية الذي يرتكز عليه حقيقة الجيش الوطني وبقية المكونات العسكرية إعادة الهجوم على ميناء الضبة النفط مرة أخرى وكنا نتحدث معك سابقا على فكرة الدفاعات التي يمكن أن تكون موجودة تحمي من هجوم حوثي الهجوم حصل على نفس الميناء وبالتالي أين القصور أو أين الأشياء التي إن وجدت ربما طبط الهجوم آخر قد يحدث مستقبلا القصور حقيقة هو حادث في مختلف المستويات حدثت معك فعلا وأنت ما زلت تتذكر عن الحلول على المستوى التكتيكي وعلى المستوى التعبوي وعلى المستوى الاستراتيجي للأسف أي من هذه الحلول لم تطبق أو نوقشت حقيقة حسب معلوماتي نوقشت وباستفاضة ولكن يبدو أن الأدوات لا يمتلكها المجلس القيادة الرئاسي ولكن في أبسط الأمور بالإمكان حشد القوى المتواجدة لدينا من الدفاعات الجوية المدفعية مدفعية الدفاع الجوية الموجودة سواء في المنطقة العسكرية الأولى أو الثانية الخجولة في الدفاع عن هذه المنشآت الحيوية لا أتصور لماذا لم يتم هذا الأمر إلى حتى الآن وأيضا تحديد حقيقة مراقب الدفاع الجوي بعمق استراتيجي كبير أنا أتحدث أن المراقبة الجوية يجب أن تكون على حدود محافظة البيضة حتى توجد مسافة انذار كافية لأن المراقبة الموجودة لدينا الإمكانية الموجودة هي المراقبة بالنظر وبالأجهزة المتاحة إليها لا يوجد مراقبة رادرية لا نمتلك في حقيقة الأمر أي وسائل مراقبة رادرية وبالتالي هذا هو المتاح لماذا لم يتم حتى الآن لا أعلم وحقيقة الأمر الآخر أنه لم يتم ردع المليشيا الحوثية بإجراء سياسي قرار سياسي مواجه لهذه التحركات سواء فيما يخص ميناء الحديدة وهذا ما جعل المليشيا الحوثية تستمر في غيها شكرك العقيد ياسر صالح المحلل العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك سعادة العقيد التقى رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في العاصمة الموقعة عدن السفير الأمريكي وبحث معه اعتداءات ميليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام وما تمثله من تشعيد الخطير يهدد أمن الملاحة الدولية كما تم خلال اللقاء مناقشة مساعي السلام والدعم الدولي للحكومة الشرعية وأشد رئيس الحكومة بالدعم الإنساني الأمريكي للشعب اليمني معربا عن تطلع الحكومة إلى استمرار هذا المصار والمساهمة في دعم دولي لتطوير المؤسسات الخدمية والأمنية من جانبه جدد السفير الأمريكي إدانته بلاده لانتهاكات ميليشيا الحوثي واعتداءاتها مؤكدا بأن هذه الهجمات الحوثية على كافة الجوانب الاقتصادية والإنسانية ووصول المواد الغذائية لليمن في صنعاء تعرض الطفل إبراهيم الحماطي دي السادسة عشرة من عمره للتعذيب في سجون ميليشيات الحوثي لمدة عامين بتهم ملفقة حسب محاميه تزعم ضلوع الحماطي في عملية اغتيال للوزير الحوثي حسن زيد الذي اغتيل في صنعاء عام 2020 وهي التهمة التي نفاها الطفل وكشف للمحكمة أثار التعذيب عن ظهره حيث أفرجت عنه المحكمة بعد عامين من الاعتقال في سجن المخابرات نوضح أكثر في هذا الموضوع وباستثناء ما يحدث ربما يكون هناك قياس عن هذا الطفل لما يحدث لعدد كبير من الأطفال طفل يمني وقع في قبضة ميليشيات الحوثي التي زجت به في السجون ولفقت له تهما بالتورط في اغتيال وزير الشباب في حكومة الانقلابيين فما هي قصة الحماطي إبراهيم الحماطي هو طفل في السادسة عشرة من عمره تعرض للتعذيب لمدة عامين كاملين في معتقلات الميليشيات وأفرج عنه قاضي محكمة حوثية في خطوة مفاجئة وصادمة تحت تأثير حجم التعذيب الذي كشفت عنه أم الطفل وهي تزيل ملابسه عن جسده أمام القاضي طفل واجه تهما ملفقة منها التورط في اغتيال الوزير الحوثي حسن زيد الذي قتل في كمين مسلح وسط صنعاء في أكتوبر من عام 2020 ضمن عمليات تصفيات داخل صفوف الميليشيات يقول الطفل أنه بقي في أحد البيوت لا يعلم به أحد لمدة أربعة أشهر ومن هذا البيت السري بدأت رحلة الطفل مع الألم واتهامه بالارتباط بخلية تتعاون مع الخارج إلى أن نقلته الميليشيات إلى سجن الأمن والمخابرات وأمام أكذيب نيابة الحوثي قامت الأم بخلع ملابس طفلها عن ظهره وخاطبة القاضي والحاضرين وهي باكية فما زالت أثار الضرب والتعذيب بالصياط وغيرها على ظهر صغيرها إبراهيم واقعت إطلاق صراحة طفل المتهم في قضية اغتيال حسن زيد كشفت عن تخبط ميليشيات الحوثي وتلفيقها التهم جزافا ضد أبرياء للتغطية على تورط قياداتها في هذه الجريم في وقت سابق تهم عباس زيد شقيق القياد الحوثي حسن زيد قيادات نافذة داخل الميليشيات بالوقوف وراء اغتيال شقيقه لكن حالة الطفل إبراهيم وقصته المأساوية تكشف عن وحشية ميليشيات الحوثي تجاه الطفولة في اليمن على مختلف المستوات موسيقى 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 من مأرب ينضموا لنا رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة لأستاذ أحمد القراشي وستاذ أحمد أهلا بي قصة هذا الطفل ما الذي يمكن أن يتتبعها من تداعيات لرصد حالة انتهاك الطفولة من قبل هذه الميليشيات للأسف الشديد هذا الطفل يمثل حالة من الحالات التي تثبت مدى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الأطفال في مختلف الاتجاهات سواء منها التي يتم ممارستها في جبهات الحرب أو التي يتم ممارستها أيضا في السجون السرية والمعتقلات وهذه مسألة خطيرة جدا أعتقد بأن هناك الكثير من الأطفال يتعرضون لمثل هذه الممارسات الكثير من الأسر تتعرض للابتزاز الكثير من الفتيات والنساء أيضا يتعرضن للاعتقالات في معتقالات سرية للتعذيب الوحشي وغير الإنساني لا توجد مراعاة أيضا لحقوق الطفل التي نصت عليها المواثيق والمعاهدة الدولية والقوانين الوطنية أيضا والتي تمنع احتجاز الأطفال وتحدد معايير واضحة لعمليات احتجاز الأطفال الذين في خلاف مع القانون في حال كان هناك طفل تعرض أو قام أو اتهم بجريمة ما الطفل إبراهيم الحماطي يمثل واحدة من التجليات التي تثبت مدى الوحشية ومدى الإجرام الذي يمارس من قبل جماعة الحوثي ضد الأطفال دون الخوف من أي رادع ونعتقد بأن مثل هذه الممارسات عفوا هي نتاج طبيعي لانعدام أي آليات لحماية الأطفال في اليمن وبما في ذلك الأطفال الذين سواء كانوا في خلاف مع القانون أو كانوا أطفالا ضحايا لجرائم جسيمة كالكتل والعنف الجنسي والاستغلال والدعارة وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي انتشرت بشكل كبير جدا في اليمن في ظل الحرب يعني قصة هذا الطفل تكشف أيضا من بعض الملبسات في قضية مقتل الوزير حسن زيد وتفاصيل عن هذا الملف يعني طفل يتهم في اغتيال الوزير بهذا شكل هل تكشفت أشياء أو معلومات عن هذا الملف سوز أحمد نعم ما أعلنته الجماعة عقب اغتيال حسن زيد أنها قامت بتعقب المتهمين بالاغتيال وقتلهم في محافظة ذمار الواقعة جنوب مدينة صنعاء العاصمة وربما اعتقد الكل بأنه تم إغلاق ملف القضية ولم يتم الإعلان عن أي متهمين آخرين حتى انكشفت هذه الجريمة المأساوية بحق الطفل إبراهيم الحمادي بعفوان الطفل إبراهيم الحماطي وبالتالي هذا ربما يكون مؤشر على عدم وجود رؤية أمنية فيما يتعلق بتعقب مثل هذه الجرائم وملاحكات مرتكبيها الحقيقيين أما بالنسبة للطفل إبراهيم الحماطي فمسألة اعتقاله وتعذيبه بهذا الشكل الوحشي وغير الإنساني هي مسألة خطيرة وجريمة لا تسقط بالتقادم يتوجب بكل المعايير أن يتم محاسبة من قاموا بارتكاب هذه الممارسة بحق الحماطي أو غيره من الأطفال سيد أحمد حينما ترفع أو تقدمها كذا تجاوزات إلى المنظمات الإنسانية الدولية ما هو الرد الذي يأتيكم هل تشعرون بتفاعل باهتمام نعم قد أصدمك أخي العزيز إذا قلت لك بأنه لا توجد آليات لحماية الأطفال في اليمن ضحايا الجرائم والانتهاكات بشكل عام ما عدا عمليات رصد ربما يشوب الكثير منها الاختلالات والضعف وكذا لكن غالبية الجرائم والانتهاكات ضد الأطفال في اليمن لا تحظى بالتوثيق والرصد وفق المعايير القانونية والدولية أيضا لا توجد منظمات تقدم دعم قانوني للأطفال الضحايا المحامون بمن فيهم المحامي عبد الباصط غازي الذي يتولى قفية الطفل إبراهيم الحماطي يتعرضون لحملات ترهيب وتهديد متواصلة لا يسمح لمنظمات المجتمع المدني بتقديم الدعم القانوني للأطفال هناك أيضا حملات ممنهجة لتشويه المنظمات وتقديمهم باعتبار أنهم عملاء لأمريكا وأنهم عملاء للإسرائيل وأن المنظمات الحقوقية هذه تعمل ضد الجماعة عمليات تشويه لمنظمات المجتمع المدني لا يسمح لمنظمات المجتمع المدني ولا أعلم أنا شخصيا وقد بحث مع الكثير من الزملاء والزميلات عن وجود منظمات مجتمع مدني دولية أو محلية تقدم دعم قانوني توفر محامين للأطفال توفر استشارات للأطفال لا توجد للأسف الشديد سواء الأطفال الذين تعرضوا للجرائم والانتهاكات على خلفية الحرب أو الأطفال ضحايا الجرائم الجسيمة على خلفية العنف الأسري والمجتمعي هذه إشكالية خطيرة جدا تساهم في استمرار وتنامي مثل هذه الجرائم ضد الأطفال لأن مرتكبيها ومن يقومون بهذه الجرائم يشعرون بالأمان من الملاحقة القضائية هذه إشكالية أيضا أنا أدعو أيضا القطاع الخاص المحلي أدعو المنظمات الدولية أدعو الحكومة اليمنية بالدرجة الأولى أن تعمل على دعم منظمات المجتمع المدني التي توفر الدعم القانوني للأطفال نحن في منظمة سياج الحماية للطفولة بصدد معاودة نشاطنا في تقديم الدعم القانوني للأطفال في المحاكم اليمنية سواء في مناطق الحكومة الشرعية أو حتى في مناطق جماعة الحوثي لأن أطفال اليمن كلهم مسؤوليتنا ومسؤولية حتى الحكومة الشرعية لكن للأسف شديد نحن اضطررنا خلال السنوات الماضية إلى تعليق نشاطنا في هذا الجانب لأنه لا يتوفر دعم لأنشطتنا لا يتوفر تمويل لها وهذه الأنشطة وهذه العمليات الإنسانية التي نقوم بها تحتاج إلى المال تحتاج إلى توفير مواصلات وتحتاج إلى توفير مستحقات للمحامين والناشطين الذين يتحركون في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم بدون هذا لا تستطيع أن تتحرك وهذه إشكالية تواجهنا وتواجه الأطفال وتساهم في استمرار وتنامي معدلات العنف والجريمة سواء من قبل الميليشيات الحوثية أو غيرها أو من قبل أيضا الأسرة والمجتمع للأسف الشديد رئيس منظمة سياج لحمات الطفولة الأستاذ أحمد القرشي أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك حذر نائب منصق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بأليمن من الصعوبات التي تواجه سكان مدينة تعز في الحصول على الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه ووقود في ظل الحصار الحوثي على المدينة وقال عقب لقاء جمعه مع محافظة تعز نبيل شمسان أن زيارته مع وفد أممي تهدف إلى زيادة الدعم لتلبية احتياجات تعز التي تضررت كثيرا من الهجمات الحوثية وقطع الطرق المؤدية إلى المدينة ووعد بفتح مكتب للأمم المتحدة في المحافظة لمعرفة ودراسة حجم الاحتياجات وتلبيتها وفق خطة لاستجابة الإنسانية وجدنا أمهات يقصدنا المستشفى ولكن لا توجد كهرباء ولا يوجد وقود قابلنا أشخاص يشكون من إنهم لا يستطيعون تحمل أسعار المياه التي تأتيهم في صهاريج ورأينا مدارسا مدمرة بعد نحو ثماني سنوات من الحرب استحقوا سكان تعز دعما أكبر منا جميعا من الأمم المتحدة وأيضا من المانحين والمجتمع الدولي وسط تصاعد الاحتجاجات على انتهاكات الميليشيات في محافظة إب اقتحم مسلحون حوثيون منزلا لأحد الأهالي في منطقة حبيش وأطلقوا النار عشوائيا ما أدى إلى إصابة خمس نساء وعفد سكان محليون أن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل أحد الأهالي بقوة السلاح في مدرية حبيش شمال إب وهدموا السور وأطلقوا النار ما أدى إلى إصابة خمس نساء بعضهن حالتهن خطيرة وفي مدينة إب عاصمة المحافظة نفذ مئات من الأهالي وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف عمليات نهب الأراضي العامة والأوقاف خاصة من قبل نافذين وقيادات حوثية ورفع المحتجون لافتات تندد بالسطو على أراضي الدولة والأوقاف وممتلكات الإهالي بقوة السلاح من قبل قيادات حوثية في المحافظة ودع المحتجون إلى وقفة مجتمعية شاملة لوقف عمليات النهب والسطو ومحاسبة المعتدين وإحالتهم للقضاء من القاهرة الأستاذ عبد الكريم المديع القيادي في حزب المؤتمر الشعب العام اليمن يساب كريم أهلا بك محافظة إب ونهب أراضي وستراتيجية حوثية يعني ليست في هذه المحافظة وإنما محافظات أخرى ما الذي وراء هكذا تصرف من قبل الميليشيات ومستيكم الخير أستاذ ومشاهد الكريم خير أستاذ كريم في الواقع هي مثل ما تفضلت يا أستاذ إب هي جزء من الكل لكن دعني أقول لك نقطة قد تكون غائبة عن بعض أو قد لا يدركها حتى الشباب أو المراهقين في إب في محافظة إب إب هذه محافظة يمنية كبيرة وهي محافظة سنية وأنا آسف أن أصنف بهذه الطريقة لكن في الواقع كنا بعد ثورة 26 ستمبر في العام 1962 قد تجاوزنا هذه المفاهيم إلى مفاهيم أكبر الوطن والوحدة الوطنية والتكافل والتضامن والتعليم والدراسة والوظيفة العامة والحضور لكن الحوثية اليوم تتعامل مع إب كحديقة خلفية وترسل لمحافظة إب مندوبين ومشريفين من صعدة وعمران لاستبداد بهذه المحافظة والتنكل بهذه المحافظة لأنها في الواقع ذات حضور سكاني كبير واقتصادي كبير جدا تسمى محافظة اللواء الأخضر في اليمن نعم إضافة إلى ذلك وهناك رمزية أخرى رمزية أخرى تقريبا ابن إب الآن يسمعني ويشاهدني ويدرك ماذا أقوله تحديدا إب يا سيد الكريم هي عاصمة محافظة حمير في منطقة الضفار يعني في يريم وفي السدة وفي مناطق الإب هذه ولذلك الحوثية تريد أن تقتل هذه الرمزية أرسلت لها الإمامة منذ عقود طويلة أسر هاشمية من صعدة ومن عمران ومن مناطق أخرى في الشمال يعني شمال اليمن أرسلت لها أسر هاشمية لكي تستبدأ بهذه المحافظة التي تجاوزتها بعد ثورة 16 ستمبر اليوم الحوثية بحقد دفين على ثورة 16 ستمبر وحقد دفين على هذه المنطقة لأنها من أكبر المناطق التي تسيطر عليها اليوم في المحافظة الشمال وليست معها أساسا كحاظنة اجتماعية وإنما هناك أسر من بيت المتوكل وهناك أسر من بيت الشامي وكلها أسر سلالية عنصرية لذلك الحوثية تستبدأ اليوم بأبناء أب عموما تذل القبيلة وتذل الشيخ وتذل الأكاديمي وتذل المثقف وتحدثنا على هذا الكلام منذ شهور طويلة وربما سنوات طويلة وقلنا ما يجري فيه أب هو استبداد إمامي السلالي عنصري يمتد لثقافة ومشروع وممارسة يحيى بين القاسم الرسي التي أبتدأت منذ أو بدأت منذ 244 الهجرة لذلك أنا أعتقد أنه اليوم أبناء أب مطالبون أنا لا أقول أيضا اسمح ليها أستاذ أنا آسف جدا لو أطلت قليلا لا أتفضل أبناء أب مطالبون ليس أبناء أب فقط الموجودين على الأرض والذين ترك كلبهم إلى شيط الحوثية وأرسلت لهذه القرية التي تفضلت بالإشارة إليها في مديرية حبيش أكثر من 20 أو 3 طقما أبناء أب يتواجدون في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 150 ألف مواطن يمني في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظمهم يحملون الجنسية الأمريكية ما هو دورهم؟ ما هو دورهم في بريطانيا؟ ما هو دورهم في المملكة العربية السعودية؟ ما هو دورهم في الخليج؟ يعني ماذا يمكن أن يفعلوا؟ لا لا يا أستاذ يفعل سؤال مهم أنا أحييك يا أستاذ ما الذي يمكن أن يفعلوه؟ أنا أطالبهم كيمني أنا لسه من إب على فكرة أنا من محافظات جنب إب أنا أطالبهم بالدفاع عن أهلهم الدفاع عن أعراضهم الدفاع عن وطنهم الدفاع عن الإنسان لأن كثيرا منهم يحملون الجنسية الأمريكية ويتواجدون في أمريكا لديهم المال ولديهم الإعلام ولديهم الحضور ولذلك أنا أعتقد أنا أطالبهم طبعا كوجهة نظر لا أفرض عليهم أو أني أحرجهم ولكني أقول على الكل أنه يدافع عن إب ودفاعه عن إب هو دفاع عن اليمن المستباح في صنعة وحجة وعمران وصعدة ومحافظة الحديدة المختطفة من قبل ميليشيات الحوثية والحوبان في تعز والمحويت وكل منطقة هذا دفاع عن الهوية ولذلك أنا أرجو من كل يمني في داخل اليمن وخارج اليمن وأنا دعني في هذه الجزئة والمداخلة أحمل المغترب اليمني وحامل الجنسية في أوروبا وأمريكا مسؤولية الدفاع عن الأرض والتاريخ لا يرحم وهذا وطننا وهذا جذورهم سؤال أب كريم سؤال أب كريم لا تحمل الناس أكثر ما يحتمل وهو في الغربة أصلا ماذا يمكن أن يفعل كمواطن أوروبي يعني سوى أنه يحمل يافتة ويقف مثلا أسفل البيت الأبيض أو يقدم شكوى أو يطلع في الإعلام زي من أنت يمني مغترب يطلع في الإعلام يعني ماذا يمكن أن يفعل ليس بيدهم شيء هم ليسوا سياسين هم يمنين مغتربين من أجل لقمة العيش أنا معك يا أستاذ أنا لا أحملهم أكثر من طاقتهم لكنني أقول نسبة كبيرة جدا منهم يحملون الجنسية الأمريكية أنا لا أطالب بما هو فوق طاقتهم لكن أنا أعتقد أعتقد وجهة نظري وبما أنهم في دولة مثلا تقول على أنها ترعى الحرية في العالم والديمقراطية وتدفع عن حقوق الإنسان وأرضها أيضا يعني فيها مقر الأمم المتحدة وأهم المنظمات الأممية أنا أعتقد الصوت مهم الصوت سيعرك الإعلام سيوصل رسالة وأيضا إضافة إلى ذلك التضامن 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 مع المواطن ربما قد يشعل ثورة في إب ويشعل ثورة في الصحة صحيح ويعمل على أنه يوجد حراك يوجد حراكا وتفاعلا مجتمعيا يتصل الكل به داخل اليمن وخارج اليمن لإشعال الثورة ولإشعال عود ثقاب الثورة في الداخل والخارج دفاعا على اليمن وهوية اليمن والمظلومة اليوم في إب وفي دمار وفي صعدة وفي كل منطقة نحن بحاجة إلى أنه كلنا نتفاعل مثلما يجب على الشرعية أن تتفاعل وعلى الإعلام أن يتفاعل والمنظمة الانسانية الكل يتفاعل وهذه وجهة نظار طبعا طبعا سعب كريم المدي شكرا جزيلا القيادة في حزب المؤتمر الشعب العام شكرا جزيلا سعب الكريم نبقى مع هذه المقابلة التي أجرتها الحدث مع وزير النقل اليمني لسعب سلام حميد والتناول فيها أزمة ناقلة خزان النفط العائم مصاف مشاهدين الكرام أصعد الله وقاتكم بكل خير مقابلة خاصة مع وزير النقل اليمني الدكتور عبد السلام حميد للحديث عن الترتيبات والاتفاق بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بشأن إنقاذ خزان صافر وكذلك منع وقوع أي كارثة بيئية مرحبا بكم معي الوزير مرحبا بكم معي الوزير لو بدأنا من خزان صافر ما هي الترتيبات والاتفاق التي قرأ بينكم وبين الأمم المتحدة حتى لا تكون هناك أي كارثة بيئية أولا نحب أن نعطي لمحة مختصرة عن خطورة خزان صافر وآثاره المدمرة على البيئة البحرية وعلى المجتمع في حال حدوث انفقار للخزان أو تسرب الزيت ستمتد آثاره المباشرة نحو مائتين وسبعين ميل بحري ستمتد من منطقة ميدي شمالا إلى جزيرة ميون جنوبا هذا الشريط الساحلي على البحر الأحمر يسكن فيه يقطن فيه تقريبا ستة مليون نسمة أيضا للنشاط الاقتصادي ثلاثين في المئة من نشاط الزراعي في سهول تهامة وسهول البحر الأحمر إلى جانب وقود مئة وستة وعشرين صياد سيفقدوا نشاطهم ووظائفهم بالإضافة إلى أنه هناك أيضا نحو مئة وخمسة عشر قزيرة فيها تنوع بيئي فريد وشعب مرقانية أيضا المخزون السمكي في هذه المنطقة يصل إلى نحو ثمانمائة وخمسين طن من الأسماك كل هذه القضايا وكل هذه الإمكانيات ستدمر الاتفاق مع مليشيات الحوتي هل هذا الاتفاق محمي بضمانة الاستكمال هذه المهمة وانقاذ الصافر أم يمكن الالتفاق على هذا الاتفاق وتعطيل المهمة نحن سبقا وأن ألتقينا في الممثل المقيم للأمم المتحدة للشئول الإنسانية في خمسة عشر سبتمبر تقريبا قبل شهرين من اليوم بمعية وزير النفط وأيضا بمعية اللجنة الوطنية لمكافحة آثار خزان صافر وأطلعونا عن آخر المستقدات فيما يتعلق بخطة الأمم المتحدة لمعالجة هذه المشكلة هذه المشكلة التي نعتبرها كارثة بيئية تؤرق الحكومة وتؤرق أيضا الشعب وتؤرق الإقليم والعالم عمليا تباحثنا مع الممثل المقيم قبل ثلاثة يوم تقريبا من اليوم وقبلها أيضا ألتقى الممثل المقيم مع وزير النفط المعادن ومع وزير الداخلية ومع محافظة علن وأيضا مع دولة رئيس الوزراء الهدف كله من هذا الكلام هو البحث آخر مستقدات خطة الأمم المتحدة بشأن مكافحة آثار خزان صافر طبعا هم أكدوا لنا بأن الإقراءات ماشية بوتيرة جيدة هم بدلوا الجهود كبيرة بصراحة للفريق الأممي أولا بإقناع الحوثيين على بسألة صينة خزان صافر هذا الموضوع أخذ فترة طويلة من الزمن حتى أقنعوا المليشيات الحوثية ثانيا بدأوا يتحركوا أيضا باتجاه الحشد الدولي للموارد ما تم حشده حتى اليوم نحو 96 مليون دولار إجمال المرحلتين لمعالقة آثار خزان صافر تصل إلى نحو 144 مليون دولار المرحلة الأولى سيتم فيها شراء سفينة وسيتم تفريق كل النفط الخام الذي فيه خزان صافر إلى السفينة هذه الجديدة ومن ثم التخلص من الخزان عبر التخريط سيباع كخردة هذه المرحلة الأولى هي الأهم والتي ستنزع خطورة كارثة خزان صافر بالمرحلة الثانية هي إيجاد البديل البديل المتعلق بهم طرحوا أكثر من خيار سنتحدث عن تفاصيل وجود البديل ولمن ستعود هذه لكن الأمم المتحدة تتحدث عن وجود منسق لها في الحديدة بشأن إنقاذ خزان صافر برأيكم لماذا لا تسند هذه المهمة لرئيس الفريق الأممي لاتفاق الحديدة؟ هو فيه فريق رئيس الفريق الأممي لديفيد جريسلي الممثل المقبل الأمم المتحدة أطلعنا في آخر اللقاء قبل ثلاثة أيام يوم الأربعة بالذات بأنه وصلوا إلى الدراسات النهائية الفنية والمالية واتفقوا مع الشركات المنفذة اللي هي شركة سميث الهولندية هي من تقوم شركة لها خبر واسع في مقال النقل البحري وخطتهم على أساس أنه سيبدأ العمل الميداني لتفريق الخزان نظر الربع الأول لعام 2023 هذه المرحلة طبعا تتطلب نحو 18 شهر وخطة الأمم المتحدة كلفتها تقديرية تقريبا 80 مليار دولار العملية التي ستتم في إنقاذ خزان صافر هل دور الحكومة في هذه العملية سيكون دور المتفرق فقط؟ لا الحكومة شريكة في هذا المسائل في التنصيق والترتيب أيضا شكلت الجنة وطنية برئاسة الرئيس الهيئة العام للشؤون البحرية ومجموعة من المندوبين من كل الوزارات بالإضافة إلى مساهمة الحكومة أيضا ماليا في هذا الدعم وأيضا كل الأعمال التي ستقوم بها الأمم المتحدة لن تتم إلا بإطلاع الحكومة وموافقتها على كل الإقراءات بما أن ناقلة الصافر مملوكة لشركة صافر والتي مقرها في مارب هل بعد التفريغ الصافر ناقلة الصافر هل ستعود ملكيتها للمارب أم أنه كما أشرت في السياق حديثك ستباعك خردة إلى إن ستورد؟ السفينة عمليا منتهية لأنه منذ بداية الحرب في 2015 لم يجري صيانة للخزان بينما كان في السابق سنويا يجري صيانة للخزان عمليا هو منتهي شبه منتهي للخزان بعد تفريغ النفط الخام بالتأكيد سيتم بيعه كخردة وربما تصل قيمة المقدرة تقريبا بين 20 إلى 25 مليون دولار الخزان هذا ملك شركة صافر وحتى الوقود الموجود في الخزان هو ملك شركة صافر مع نصف وسيطة لشركات أجنبية إنقاذ الصافر هل سيزول الخطر البيئي بعد إنقاذ الصافر واستبدال بسفينة لا أسم الله؟ مؤكد هذا الكلام سيزال هم كانوا طارحين خيارات تتمثل في إعادة خزان عائم إعادة خزان عائم وبالتالي هذا الخزان طرحنا على الممثل المقيم والفريغ الذي معه إنه في هذا الحالة وكأننا أعدنا الخطر مرة أخرى هذا الخزان العائم الذي يطرحه جديد بيكون معرض للأعمال الإرهابية معرض أيضا لمشاكل فنية زي الحريق زي الانفجار وبالتالي يظل البحر الأحمر والمناطق هذه مهجدة بهذا الخطر هناك في خيار آخر لم يورد في خطة الممتحدة طرحنا نحن معالي وزير النفط واللقنة الوطنية أيضا المشكلة لهذا الأرض على أساس أنه تبنى خزانات في البر ويتم تمديد أنابيب تربط في بوقا في البحر هذا هو الخيار المستدام والخيار الأكثر أمان وأفضل من الخيارات الأخرى ما هو مصير النفط الذي سيتم التفريغة؟ وهل بعد التفريغة وبيعه؟ لماذا ستعود هذه العائدات؟ هل لخزانة الدولة أم للشركات الأخرى؟ نحن طرحنا على الموثل المقيم بأن تستخدم كل هذه القيمة الخزان بعد التخريد وأيضا قيمة النفط الخام اللي فيه تستخدم لتمويل المرحلة الثانية لوجود بديل بدل خزان صافر واللي هو بناء منشآت نفطية خارج البر طبعا هذه عملية مكلفة لكن وزارة النفط كانت قد بدأت في هذا الموضوع وأعلنت مناغصه ونجحت فيها شركة هندية في 2014 كانت بدأت في العمل في هذا الشأن لكن جاءت الحرب وأوقفت العملية هذه ونهبت كثير من المعدات من قبل المليشيات الحوثية والشركة الآن تطالب بتعويض 30 مليون دولار من وزارة النفط اليمنية الحديث عن الخزان صافر الحكومة اليمنية شريك كما أشرت مع الأمم المتحدة هل تتوقعون أن يلتزم الحوثيون بالترتيبات والإتفاقيات التي جرت وهل هناك ضمانات لوصول هذه الفرق وعدم تعطيل عمل الفرق التي ستقوم بإنقاذ الحزان بحسب طلعنا من قبل المثل المقيم والفريق التابع له بأن خاضوا مرحلها أيضا شاقة وصعبة مع المليشيات الحوثية في صنعاء إلى أن وصلوا إلى أتفاق في هذا الشأن هما لن يبدأوا بالمراحل اللاحقة فيما يتعلق بالحشد الدولي للموارد وأيضا الترتيبات الفنية والإقراءات إلا بعد الوصول إلى ضمانات في هذا الأمر معهم مع تزايد التهديدات الحوثية للملاحة البحرية كحكومة يمنية ماذا تطلبون من المجتمع الدولي لحماية البحار والخلقان والشواطن الأراضي اليمني موضوع التهديدات الحوثية بالنسبة لخزان صافر هي لا تخص الشعب اليمني أو المياه البحرية اليمني فقط الموضوع يخص أيضا المجتمع الدولي بأسرة مثل ما تحدثنا سابقا الخطوط الملاحة الدولية على مقربة من البحر الأحمر وبالتالي أي تهديد لهذا الخزان أو أي كارثة ستحدثه سيؤثر مثل ما أشرنا إلى على الخطوط الملاحة الدولية وأيضا على الدول المشاطئة للبحر الأحمر اليوم قضية حماية خطوط الملاحة الدولية ليس من اختصاص اليمني وحدها بل من اختصاص الإقليم والعالم لأن هناك مصالح مشتركة وهناك تقريبا الخطوط الملاحة الدولية تمر فيها سفن كبيرة من حيث السلع والبضاء تقريبا أكثر من ثلاثة مليون برميل يوميا تمر عبر هذا البحار وبالتالي فالمصالحة مشتركة بين اليمن والإقليم والعالم لوضع حد لهذه المليشيات وإيقاف هذه التهديدات تهديدات المليشيات الحوثية مش فقط من خزان صافر استخرمت خلال الفترة الماضي ألغام بحرية وهددت الملاحة البحرية استخدمت أيضا قصف زوارق قبل يومين المليشيات الحوثية تطلق صاروخ تقريبي من صنعة إلى غرب البحر الأحمد ما هو الهدف من هذا؟ الهدف هو بالتأكيد تهديد الملاحة الدولية وبالتالي هناك اتفاقات دولية هناك قوانين دولية يجب أن يستخدمها العالم والإقليم والبلد ليوضع حد لهذه التهديدات مليشيات الحوثية لن تتوقف ولم تتوقف عن هذه التهديدات وعن أيضا القصف على الموانئ اليمين لو عدنا إلى قصف الموانئ اليابانية ميناء الضباء في محافظة حضرموت وميناء بناء في محافظة شبوة ما الذي تسبب قصف المليشيات على هذه الموانئة؟ وأيضا الأثر السلبي على الوضع المعيشي؟ هذا التصعيد بدأ منذ بعد 2 أكتوبر مع انتهاء الهدنة بين حكومة الشرعية اليمنية وبين أيضا المليشيات الحوثية في الوقت اللي كنا ننتظر أن تقدد الهدنة وأن توافق هذه المليشيات على هذا الهدنة لمصلحة الشعب اليمني نتفاجأ بتصعيد خطير أستهدف موانئ التصغير للنفط وهذا الموضوع بالتأكيد سيكون لآثار وتبعات على برامج الحكومة الاقتصادية الحكومة خلال الفترة الماضية استطعت أن تحسن الإيرادات وتقدم الخدمات ليس للشعب في المناطق المحظة وإنما أيضا في المناطق التي تحت سيطرة الحوثين فهذا الوضع سيؤثر على البلد وعلى الحكومة ونطالب الإقليم والمجتمع الدولي لوضع هذا لأن في الوقت اللي المجتمع الدولي عاكف على معالقة خزان صافر اليوم اللي فيه مليون برميل تدخل بواخر سفر نفطي الآن تحمل ثلين مليون برميل فلو حصل لقدر الله أي أصابة أو أي قصف على هذا البواخر سيلوث البحر العربي وخطة الملاحة الدولية وستضاعف الأزمات والمشاكل بالنسبة للشعب الليمني التركيز على الخزان صافر بينما هناك مشكلة كبرى هي في الموانئ التي تم قصفها مؤخرا من قبل مليشيات الحوثي في محافظة حضمون دعنا ننتقل إلى الحركة الملاحية في المطارات ازدادة الحركة في المطارات خاصة في المرحلة الأخيرة هناك كانت مطالب المليشيات الحوثي بفتح مطار صنعاء بالكامل في الوقت التي تقوم فيه بقصف الموانئ اليمنية أين وصلتم؟ الحكومة اليمنية التزمت بكل شروط الهدنة التي فرضتها الإقليم والمجتمع الدولي ونحن نشعر أن الهدنة هذه بالفعل هي لصالح الشعب اليمني بشكل عام الحكومة التزمت بتسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن وإلى القاهرة وأيضاً الحكومة على استعداد أن تفتح المليشيات الحوثية حتى خطوط لدول أخرى ما عندها مشكلة هذه المطارات هي تخدم الشعب اليمني وليس المليشيات الوحدة نفس القصة أيضاً فتح ميناء الحديدة لاستقبال مشتقات النفطية دخلت أكثر من سبعين سفينة خلال السبع الأشهر الماضية لكن مع الأسف شديد المليشيات الحوثية لن تنفذ أي شرط من الشروط التي طرحت عليها لا فتحة الطرق ولا أوقفة القصف يعني هي مش هدنة هي عبارة عن خفض تصعيد لأنه كل يوم خلال الهدنة وهناك اختراقات بأعداد كبيرة جداً وبالتالي الحكومة اليمنية في حال عدم تقديد الهدنة وعدم التزام المليشيات الحوثية بهذه الهدنة وبشرط يرتضيها الأطراف أكيد لها خيارات أخرى ولها مجموعة من الإقراءات ستتخذها حركة الموانئة اليمنية وتكاليف التأمين بسبب هجمات مليشيات الحوثي زادت على معيشة المواطن اليمني فوق الأسعار عليها هل هناك إقراءات ممكن أن أتخذها الحكومة؟ هل في خطوات أخرى؟ هل لديكم خطة قادمة لمنع هذا الارتفاع المتسارع؟ الحكومة اليمنية اتخذت إقراء طبعاً بجهود من وزارة النقل حصلنا على قرار من مجلس الوزراء بوضع وديع تأميني في لندن في نالي الحماة لشركة تأمين بنحو 50 مليون دولار طبعاً هذا تم بمساعدة الأمم المتحدة في إقراءة تفاوض مع شركة تأمين هذه الوديعة ستعيد التأمين إلى الوضع الاعتيادي اليوم من قراء الحرب وتصنيف موانئ اليمن ذات مخاطر عالية تقريباً ارتفعت رسوم التأمين بنحو 16 ضعف 16 مرة عما هي عليه في الوضع الطبيعي وهذه أسهمت في نفور بعض الخطط الملاحية إلى الموانئ المقاورة وأيضاً أثرت على تكاليف الشحن وبالتأكيد أن أعكست على أسعار السلع والخدمات في المجتمع شكلت لقنة لتنفيذ هذا القرار لقنة وزارية واللقنة الوزارية شكلت أيضاً لقنة فنية شغال الآن نحن في اللمسات الأخيرة الآن لحسم هذا الموضوع لعادة تأمين إلى الوضع التياري في الغير المتطبط بالحرب حركة النقل بين المدن والمحافظة تتعرض لعراقين وجبايات غير قانونية كيف يمكن حمايتها وتسهيلها والتخفيف على المواطنين؟ بالتأكيد هذا الوضع الذي نشأ بعد الحرب والذي نشأ أساساً بفعل المليشيات الحوثية دمرت القسور وقصفت الطرق وأوقفت كل خطوط الإمداد بين عدن وصنعها على سبيل المثال كانت الخط الرئيسي اللي بين عدن هو خط اللحق الضالة صنعها خمس إلى ست ساعات والآن حالياً بعد قطع هذه الطريق أصبحت تسلك ناقلة المحملة بالبضاء تقريباً خمسة عشر ساعة عبر يافع وعبر البيضة وعبر مأرب وعبر خطوط وعرة هذه أثرت إلى درجة كبيرة على أسعار النقل طبعاً تسهلك وقود وقطع قيار وعراقية كبيرة جداً الهدنة أصلاً كان واحد من أهدافها الرئيسية هو فتح طرق المعابر مشان يسهل على المجتمع التحرك والمرور بين المحافظات اليمنية وأيضاً إنسياب حركة التجارة بين عدن والمحافظات التي تحت سيطرة المليشيات الحوثية لكن مع الأسف شريد المليشيات الحوثية لن يهمها الشعب ولن يهمها المجتمع ما يهمها هو السلطة والثروة وأيضاً خدمة أهداف إيران المعروفة للتفاوض مع المجتمع الدولي بشأن السلاح النووي وتطوير الصواريخ وغيرها من الهداف في نهاية هذه اللقاء سألني إلا أن أشكركم معالي وزير النقل اليمني الدكتور عبد السلام حمويد على هذه اللقاء شكراً لكم شكراً لكم وشكراً لكم أيضاً أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة إلى اللقاء أنت تشاهدين الآن هذه المجموعة من المتظاهرين من أنصار تشرين ما الذي تغير على صعيد المشهد السياسي وعلى صعيد تحقيق مطالب المحتجين أنا ذاك الحكومة الآن في أعلى درجات ضبط النفس المؤسسة الأمنية بالتحديد يعني كيف يمكن لهذه الأحزاب أن ترى نفسها خارج أي حكومة مستقبلية؟ ارتباط هذا القصف الآن كيف يحلل ما هو منطقه بهذه الكثافة؟ إيران لا تريد اليوم أن يعود الإراك إلى حاضن انتهي العربية من خلف جسر الجمهورية ما زال يغصب المتظاهرين البعض منهم يرفع صور الضحايا الذين سقطوا في تظاهرات تشرين 2019 ليس فيه انتماءات سياسية للتيار أو الإطار أم أنه شارع مختلف تماماً عن شارع التيار الصدري الذي كنا نتابعه طبقة سياسية ما زالت تمتلك النفوذ والقوة والسلاح أعتقد يحتاج العراق إلى وقفة جدية كما تشاهدون بهذه الجولة الحصرية لقناة الحدث العالم يتغير من حولنا بإيقاع بتناغم كل شيء متقلب كل إبطاء يعقبه تسالغ ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية لعني أبدأ بهذا العاجل الآن فما تعرفه بالأمس يصبح ماضياً اليوم ناكس تير كود برينجا فوت سفلي كريز سيمبلي بوت دوول بيران أو تفوت فليكي تبقى على اتلاع طالب إيران بحضم التدخل فلو فوق إلينا مدريم ورسلت الحدث عنه هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه موني بل مدرعا اشتركوا في القناة